أضرار بالغة ألحقتها الحرب بقطاع النقل البحري وتأتي هجمات ميليشيا الحوثي على الموانئ كضربة قاتلة لهذا المحرك الاقتصادي المسؤول عن حوالي 60% من الواردات إلى البلاد وهو ما يدفع الأوضاع المعيشية السيئة نحو المزيد من التدهور ويهدد من دكاسة إضافية لملايين المواطنين تتعامل شركات التأمين العالمية مع اليمن كبؤرة صراع وتفرض رسوما تأمينية عالية على السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية وصلت إلى 16 ضعفا قياسا على ما كانت عليه قبل الحرب وهي الرسوم الإضافية التي تكلف البلاد 250 مليون دولارا سنويا بحسب إحصاءات رسمية حديثة وتتحول إلى تكليفة إضافية في أسعار السلع وإلى جانب مبالغ التأمين العالية ضد أخطار الحرب يأتي نظام التفتيش الذي يفرضه التحالف السعودي الإماراتي ليضيف أعباء جديدة على الشحن التجاري إذ تشبر السفن على المرور إلى موانئ في السعودية والإمارات وجيبوتي للتفتيش مما يؤدي إلى تأخير البواخر وبحسب تقارير أممية سابقة وصلت المدة التي تقضيها السفن للتفتيش والإفراغ والإبحار إلى 73 يوما بينما كانت في السابق لا تتجاوز الشهر الواحد وتقول تقارير اقتصادية إن غرامة هذا التأخير على السفينة التجارية تصل إلى 25 ألف دولار يتحملها الناس ويرفض التحالف السعودي الإماراتي تخفيف تكلفة الشحن وتفتيش السفن في ميناء عدن بدلا من موانئ دبي أو جدة ويضاعف هذه الصعوبات تردي وضع الموانئ المحلية وضعف قدرتها الاستيعابية وخروج بعضها كميناء المخى بالإضافة إلى الجبيات خصوصا في الموانئ الواقعة تحت هيمنة ميليشيات الانتقالي تعقيدات جعلت 50% من سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد من القمح تأتي من تكاليف الشحن والتأمين وغرامات التأخير كما يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع هجوم ميليشيا الحوثي على الموانئ سيرتفع مستوى التهديدات وتعزف السفن عن ارتياد الموانئ اليمنية وسينعكس ذلك على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والضحية هو المواصن ترجمة نانسي قنقر